لم تأتي آلة الحرب هنا على البشر والحجر فحسب بل أتت على الحاضر المتعب والماضي العريق وربما المستقبل هنا الموصل أنموزج الدمار الشاخص في العراق دمر حاضرها ويعرض ماضيها للبيع بأبخس الأثمان فبعد آثارها التي إما دمرتها العمليات العسكرية أو وجدت طريقها للتهريب نحو الخارج جاء الدور على سورها الأثري إذ عمت حالة استياء في مدينة الموصل بعد أن أقدمت جهات متنفذة على تدمير جدار يعود إلى العصر الآشوري بواسطة آلات تحريك التربة الثقيلة بذريعة شق طريق عام والدليل يعني عند سور نينوى القريب حاليا من المجموعة الثقافية كان هناك لغة كبيرة وحدث وقفات واحتجاجات على أنه سيفتتح شارع بسبب أنه أحد الشخصيات الدعاء بأنه يمتلك هذا الشارع أزالوا سور نينوى وهو سور تاريخي لا أعادوا إعماره ولا هم أعادوا الشارع يعني زين هذا التدمير هل هو منهج؟ السور التاريخي لنينوى بني قبل أكثر من ثلاثة آلاف سنة ما يجعل تدميره خسارة للعراق والمجتمع الدولي ككل لما يمثله من قيمة حضارية شاخصة حتى الذريعة التي هدم لأجلها السور لم تكن سوى خدعة مررت من خلالها الجهات المستفيدة من المشروع فالطريق لم يشق كما لم تجري هناك أي عمليات إعمار إذا أنتم ما عدتوا الشارع ولا الشخص الذي طالب بهذا الشارع بأنه ملكه سويت شارع السفاد من الناس ولا عدتوا ما دمرتوا من آثار يعني على الأقل أنتم دمرتوا الشجر والحجر ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها آثار نينوى للتدمير والسرقة فقد اتهمت منظمات مدنية الميليشيات المتنفذة في المحافظة بسرقة آثارها وبيعها في السوق السوداء وسط إهمال حكومي متعمد الموصل المنكوبة جمعت ثنائية التدمير والفساد فأكملت يد الميليشيات والأحزاب ما بدأته الطائرات والصواريخ حديث عن الإعمار والبناء ولا تجد في المدينة سوى الجثث والأنقاض نتيجة طبيعية لسبعة عشر سنة من اللدولة